السلام عليكم ورحمة الله اليوم نتكلم عن بعض الأشعاب التبية التي تنفع أصحاب الحساسية والربو هذه الأشعاب تنفع مع قطع جميع المواد المصنعة التي تحتوي على مضافات غذائية منها الملوينات والمحفظات والمجمدات والمحمدات والمنكيهات خاصة الأطفال لأن الأطفال يتناولون حلوية وكعكات فيها ملوينات ويشربون مشروبات غازية فممنوع جميع اللحم السريعة لأن فيها هرمونات كذلك ممنوع زوية المائدة وأجبان لا علاج دون قطع هذه الأشياء هناك بعض الأشياء التي تنفع أصحاب الحساسية وهي أوراق شجرة الريحان وأوراق الكاليبتوس والصانوبر هذه الأشياء تشرب على شكل شاي في المساء إذا كانت نوبة بالنسبة لأصحاب الحساسية إذا كانت لديهم نوبة في الليل أن يشربوا ماء شربوا كوب أو كوبين من كأس ماء ماء دافئ كذلك هناك أعشاب تنفع وهي السعتر والمرد الدوش وإكلي الجبل والزعفران الزعفران قوي للحساسية لكن أصحاب ارتفع الضغط أن ينتبهوا للزعفران اللي يستعملوا كذلك زهرة الخردل البري وزهرة الخردل البري أو ما يسمى بوحمه فهو يكون في شهر أبريل ويباع عند أصحاب الأعشاب كذلك من التواب التي تنفع وهي الزنجابيل والخلنجان والكوبار كوبار قوي للحساسية والربو أن تستعمل هذه الأشياء على شكل الشاي أو تطحن وتضاف للأكل أو تضاف للشاي الأخضر كذلك من البذرات التي تنفع حبة السوداء مهمة والعرق سوس وحبوب الكذبرة والكمون الصوفي الكمون الصوفي ينفع شيئا ما هناك كذلك من الأشياء التي تنفع السمن الحار كذلك زبدة الماعز جيدا للأطفال الذين لديهم حساسية كذلك خلط فاح خلط فاح أن يكون مهيئة في المنزل كذلك من الأشياء التي تنفع هناك علاكات وهي المرة أو المر المرد كذلك ينفع وزيت الزيتون جيد كذلك وشحم ذروة الجامل من الخضر تنفع الثوم والبصل أن تكون على شكل شربة إذا كانت شربة تهيئ بثوم وبصل يضف إليها الثوم والبصل ويضف إليها مقدونيس وزنجابيل وقبار وزيت زيتون وكركم وتشرب في المساء وأن لا يشرب عاصل البصل لأن عاصل البصل يخرب الماعدة كذلك من الأشياء القوية للحساسية والربو وهو البروبوليس عكبر النحل أن يستعمل البروبوليس مع هذا النظام الغذائي فهو جيد أن ينتبه أصحاب الحساسية للمنتجات المغيرة ويراتيا لأن الأشياء المغيرة ويراتيا تتسبب في الحساسية لما لا تعالج الحساسية تتحول إلى ربو مع الوقت كذلك من الأشياء التي تنفع حبوب الكتان والحب برشاد الحلبة تفيد في الحساسية الخارجية الحلبة تفيد تستعمل في الحساسية الخارجية تطحن الحلبة وتعجن مع ماء بالنسبة للحساسية الأصابع التي تكون الأصابع الأرجل تكون فيهم حساسية حساسية بين الأصابع تطحن الحلبة وتعجن بماء وتستعمل بين الأصابع الرجل وتستعمل الحلبة بين الأصابع الرجل وتلف بيض الماضاء وتستعمل هذه الأشياء بالليل وتلبس الجوارب وتبقى الليل الكامل في الصباح تنزع هذه الأشياء وتنضف الرجل جيدا ولا تستعمل الماء ولا يستعمل للناس الماء وتلبس الجوارب ويبقى ثلاث أيام حتى يستعمل إنسان الماء تضل هذه الأشياء ثلاث أيام فيتنفع بالحساسية الخارجية كما قلنا الحلبة من الأشياء التي تسبب الحساسية كثرة الأدوية كثرة الأدوية كذلك من الأشياء التي تسبب الحساسية هناك وكثرة الأدوية كذلك تفقد مناعة الجسم المحلية لأن الجسم لديه مناعة محلية لديه مناعة في الفم ولديه مناعة في الأنف ولديه مناعة في الحنجرة فلما يصاب الإنسان فإذا فقدت هذه المناعة لما يصاب الإنسان بأي غبار أو أي برد سيارات بردية يحدث له زوكام ويحدث له سيانة الأنف أن الأصحاب الأساسية يعلمون هذه الأشياء أن ينتبهوا كذلك الأشياء التي تنفع الحساسية الخارجية شمع النحل كذلك الكوبابة جيدة الفلفل الحار كذلك جيد الكوبابة جيدة كذلك وأن يستهلك أصحاب الحساسية في المساء أن تكون شربة حساء أو حساء شاعير أو حساء فول وأن تكون في هذه البذرات لأنها تسخي الجسم هذه البذرات حبة سوداء وأن يضاف لها كوركم وأن يضاف لها كبار ويضاف لها حبوب كذبارة ويضاف لها كراوية فهذه الأشياء تنفع أصحاب الحساسية وأنك تفلي بها القدر والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر